بتدي كورس في الكويت في الجامعة الاسترالية. ايه توست ماستر دي؟ توست ماستر دي بتعلمك ازاي تعمل توك عالمصرح to use your body language الانجليش بس vocabulary كل حاجة كل حاجة بقى تبقى speaker وانا قلتلك my childhood dream TEDx قلت له يا عم في الكويت مفيش activities كتير فقلت له دعا نروح كانت حاجة مملة فشخ قعدنا سبع شهور بيسقفل بعض كده سبع شهور؟ بيسقفل بعض كده زي بليوردو انت متخلل حماسة ينعلقه كده فجينا في 2015 وانا مليش في الميديا انا بدأت في 2019 فجينا في جيت بعد سبع شهور تروح لم نعمل يا معلم ما نروح نتعلم ما نروح نخري ايه ايه القرب ته؟ بعد سبع شهور I realized ان انا وكنت اطلع اخد بست سبيكر يدوني شهادة حتى خلصت الكورس وكله خدت شهادة من توست ماستر دي اللي هي الاعلى من TEDx توست اعرف توست اللي هي ده اعلى حاجة في اعلى حتة اوكي والانجليش تكتب توك كله بالانجليش ياس قدام اجانب بيجي لك ناس من بره تقيمك ياس ياس فاخدت خبرة الكلام على الستيج وانا قريدي مبوطي وانا قريدي مبوطي وانا قريدي مبيفرقليش قد ما بخافش وانت عنك الحياة دي اللي قرمي كده في اي حتة حتى في التلفزيو قعدني في اي زفت وخلاص اخلاص وبعدين قلت النفس جملة غريبة لما حصل وانا قعد مع البنت وقلت لها تيدكس وكلموني شهر اتنين فلما كلموني قلت له معايزوني باللغة العربية والانجليش قالوا لها بالمصري قلت له بالمصري امتى التوك قالوا لي بعد بكرة حاجة ستتكت كتبت التوك في الطيارة ايه خلاص انت واخد انت عندك هي عندك خلاص انت مش عندك على فكرة انت بتعرف تعمل كل حاجة انت بتاخد الكورس ده بس عشان الـ عندك بيقول لك اللي مش عارف ايه بيسموه ده بيسموه ايه الـ يبقى عارف ان يعني يديك بس النقطة تعزيزية اللي هو اشتر عمت سبيسوف كتب متعلمها معانا انت اريدي لو مش متعلم حتى you know it وروحت عملت احلى توك في تيدكس احلى توك نزلوا عندهم في اليوتيوب بتاع تيدكس توك بعد وبهم هتلاقيني حطوني في السايت الأوفيشال بتاعهم وداني ثقة بقى في نفس ان انا بقى اروح اي ايفنت ياما ياما بقى في ايفنتات معانا وليد مصطفى يطلع يلقي الكلمة كلمة حصيتلي مرتين ثلاثة اخر حاجة بهاية كنت محضر عادي قالك وليد مصطفى يطلع الكلمة واطلعت خلاص بقى يهابت فانت بتبقى ماشي في سكة كده والله العظيم انت معارف ربنا موديك فيني يعني انا في 2015 خدت كورس توست ماستر وسبت اللي هو ايه الخاردة وفضلت ثلاث سنين يا دمان ان انا اخدته انا اصار الفلوسه قال لي امتى هقف على ستيج انا انا رجل مهندس بروح البحرة تريمي وارجع دونية تلف تعمل فيديو يجي لك تيدكستوك يتقلك بعد بكرة في الطيارة بالمصري طب هتكلم في ايه في الطيارة قلت 252 فورس رحت اعمله وكان 90% منه ارتجال خلاص ما انا قريدي ايهابت ايهابت انا ااخد كورس فانا احسن واحد فيكو انا دفع فلوس وعملت التوك وبعاك اعملت جاملة بورسعيد وعملت تيدكستين تيدكست دلوقتي ما بيجي لي برفوضه بصراحة خلاص 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 جامعة بورسعيد جامعة بورسعيد اروح راديو يقول لي اسكريبت مش عايز اسكريبت خلاص انا دارس الارتجال خدته عشان كده على فكرة يعني انا بارتجل من قبل كده وكورسات الارتجال ما بتعلمكش ارتجال على فكرة هي بتعلمك تكوب تأكسبت وانا معوظة ارتجالي بيبقى سولو واستفدتش حاجة بس دلوقتي ما بروح حتى في ارتجال مع لميس الحديد مثلا كدقية شوية شدة كده انا ااخد كورسيز الارتجال يلا يلا ارميل اي حاجة فانت بتنفست في نفسك والله ما انت عارف هي رايحها فين بس انما تلاقي حتة بتودك لحاجة جو ارمي نطف البسين هتوصل هتودك في حت ازلونج ازل انت حفروك هتتكابل فيها مش بتاعتك هل الستاندوب كده بقى حرفيا انا كنت قاعد مع وليد ابو المكت هو بيتحايل علي بقى كتير قلت له يا عم دي اريا جديدة قال لي انت غنيت وعملت ضد قابلت كل حاجة قلت له انا محبش اخدش حاجة كده خلينا ذكر قاعدت اتفرج على كيفين هارت جبت ورقة وقالها متعلمت يعني ايه بونش لاين كتبت كنت انت حلو ظريف غير الفيديوهات للستاندوب كوميدي غير الفيديوهات وعملت الشو الناس انبسطت قبل خدت القرار بعديها ان انا مش هعمل في يعني انا كنت عامل فلوم ارت سبيس خدت القرار مش هعمل تجامع خدت القرار مش هعمل في برات مش هعمل في كايروجيهز مش هعمل في تام مش هعمل ابيل في مسرح في ناس كتير انا هستارت بك فلاقيت بالصدفة جدا تاني شهري وليت بيقول ليه عندنا في سائط الصوي حيلو جدا رقم يخد تلتمية حاضر كتبت كنتنت قعدت شهري واخد اجازة بنزل من كنتنت فتفضى صحيح بكتب بس ستاندوب كومتي بس طب الماتيري الي جالك ازاي بقى عشان انا بموت في الاستاندوب بص الماتيري الي ده انت دي رزب مش تعتك خالص مش تعتك خالص بس هل بتبقى بادئ في حتة وبتبقى عايز توسع منها انا عايز تدق بقصة معينة وفي اخر الشوق عايز تكلم على حاجة شبه القصة دي ولا الماتيري الي بيجيلك بتحس ان انت عايز انا بعد اكتب بكتب وانا الاستاندوب بتاعي شوية بحاول اخليه مختلف مذاكر من بره شوية الشباب هنا بيعملوا استاندوب هاي الاحلى من اي حد في الدني بس هما بيعلوروا بيكلموا في كزا نقطة غير بعض لأ انا بحب الاستاندوب يبقى زي ستوري تيلينغ طويل ببدأ في حتة واخلص في حتة تعمل نهرت بيرفكت في حتة انا اما هو ده انا مذاكره فانا بعمله كذا ديف شبال انا ديف شبال بالنسباني ده انا قعدت شهر لا انا قعدت شهر في البيت ما بنزلش والله ان انا اصلي العيال اللي شغالة في الشباب اللي شغالة في العيال بيت تتالع الجالة اللي على رأسنا عن اسادزة طبعا شطرين قوي يعني ما اعز على الشيخ ده ما بيهرقش ما بيجليش فانا داخل المجال انا اسمي شوية مسامع بره فما ينفعش اخش هنا اتقال ده تحط عليه فهي تتعمل صحي ما تتعملش فكتبت كنت انت ربنا كرامني انه وطلع كويس وقعدت مع وليد ابو المجد قبل اليوم الستاندب في يوم في الكافية قلت له ايه رأيك انا وداني اضافات انا بتعلم عادي انا مش يعني انا بتعلم على الله وعملنا شو كويس بعدها اه كلمني حد ان انا عندهم برايفت ايفنت كوربريت فقال لي عايزينك هم كانوا عايزين ثري استاندب كوميديانس جوداد فلما لقوا اسمك قالوا ان انت هتقوم بالتلاتة فعايز تعمل شو مدتهم قصة ساعة ما شاء الله كلمت علي ايه الشيخ اللي وليد ده انا اول مرة اعمل حاجة اكتر من مش عارف الساعة بعد عشر سنين تزايد تالت شريك قلت له اعمله فكلمت حد من جوه اسئل ذكرتي المكان مين بيعمل ايه مين عندهم ايه وكتبتوا كونتنت عليهم صايع وهم ناس طيبين قوي عندهم بيبي فوت وعندهم بلاي ستيشن وعندهم بيبي باكزة عندهم كل حاجة ممكن اتكلم عليها بقى سامي الناس وكتبنا كونتنت حلو فشخة عليهم وكان الحمد لله كان صف صف السنين بفشخ المديرين وكان المدير جنبي والمدير بقى صعبي جدا هم دول بقى اللي قالولي احنا عايزين بورتفوليو فتفضة علشان نشوف ممكن نودي فين ونعمليه وجابوا لي فرصة شغل عندهم بصراحة بس يعني امور ما كاملتش الاخر اتواز يعني باب كده واتفتح ليه بقى عشان ما قلتش لا يعني اتفكر في الموضوع انا انا دي بارسم الموضوع هنا انا كان ممكن اول موليدة بولمجدة قالت على ستندا بقوله لأ انا نجاح هنا قلت له ماشي رحت روم ارت سبيس كافية في مت واحد بعدين رحت زايت الصاوي تلت مرة تلت مرة رحت او اس ان برايفت افنت جاب لي شغل في او اس ان وخلى البرنامج بتاعي اللي كان سبب ان انا هقول لأ اصلا يتخذ في او اس ان ويعرفوه انا رسمت حاجة انا مرسمتش حاجة انا عمت مع الطيور بس يعني انا عملت اقصى امكانياتي ما قلتش لا انا مالي ابدأ في حتة جديدة اكتب وما اكتبش هو اخري ما قلتش حاجة انا جاتلي فرصة يعني باب توارب فتحته هي دي المسجر يعني انا حتى دي المسجر الوحيدة باب توارب فتحته باب توارب فتحته باب توارب فتحته الاخر لان هيو هديك سمو ازاي بالظبط 2015 لما رحت اخدت كورس واحد صاحبي قال لي تعالى اقول له لا لا ما اقولوش لا خدت توست ماستر 2018 جانيت سمور اللي انا زرعته في 2015 انا دي على فكرة انا بجد حياتي كلها والله العظيم عشان انا ما بقولش لا لا اي حاجة فيها قال لك بقى تعالى مش كاري تم تعلمه انا قاعد متهبت بتعلم حاجات تم بلعب بلاي ستيشن انا عندي الحتة دي تفاهم قصدي بس يعني لو في ميسج هقولها من الميديا كلها على بعض كده ما تقولش لا واو بس ليه لان انا حياتي كلها ترسمت كده حتى الهندسة البحري مش انا حكيت لك القصة الراجل كان ممكن هو بيقول لي تعالى وانزل ميناء اقول له لا صح ان كنت مرفوض وليه مستحقات كنت ااخد شهر من كل سنة كنت ااخد فلوس حلوة يعني قلت له ماشي لما انزلته المهندس ده ابوه مش عارف ايه ما قلتش لا انا حياتي كلها ماشية احنا بنسعى بس هو بقى الرسمة بتاعت الجورني مش بتاعتك بس هتلاقي ان انت لما تيجي تلانك حاجة هتلاقيها بسبب حاجة تانية انت ما قلت لهاش لأ فحياتك عامة انت عارف حتى ابو يا امي لما عاركوا بعض وتجاوزوا كان كده كان واحد جار حد قبل حد بابا ما قالش لأ فراح فشاف ماما فتجاوزوا فجابونا فدلوقتي فيه ناس اللي كامل فيه احفاد عشان ابويا ما قالش لأ لنزولة انا دي دي منهجية حياتي انا ببقعت في البيت مش قادر لما انت كلمتيني قلت لي تعالى نصور انا بقى رح مخلص تصوير سعزت والله العظيم على فجأة انا مهمة ان اقول انت اسهل حد انا فعلت معا بحياتي في النظر بس انا يهمني حاجة انا يهمني حاجة الامج انت الامج بتاعتك حلوة قبل عشان كما بقولش لأ خلاص يعني فهم عصدي مش لهو ما تقولش لأ لأ لأي حاجة مش ما تبقاش بقى اللي هو رخيص بس الماسيج طالما حد امج كويسة وهيعلي منك روح روح كورس روح انا مبرح مخلص تصويري ساعة ستة صدق والله النهاردة اديتك معادي اتنين وروح تبعايت لك اتنين واربعين دقيق معلش هتاخر ما بقولش ما حدش عارف الحلقة دي هتودينا فين وقالك الحاجة انت عارف معا ايا وانا بصور معا اول فيديو اقسم بالله قلت لها ايا الحلقة دي هتطلعني معرضها والله تاني يوم بص القصة دي ايه دي نمي احنا بقالنا ادي ايه باشا انا بقالنا ساعة ومص ايه دي نمي لا خص لا خص والله الحوار ده برضو غريب او كنت بكلم في اياه مبارح اياه شعيب هي جت قلت لها تعالي نعمل الفكرة الفرنية عملناها نزلي الفيديو بالغلط وانا بنزله عملت له اكسباير ديت او بعد ساعتين مطرقش فيديو ملحقش ساعتين جاب ستين الفيوتش واحنا كنا مدقيين انا وديتش عايتي وديش هالحاجة دي وكان نفسي تاني يوم انا واحنا بنصور الفيديو قلت لها ايا الفيديو ده هيخدنا بليسيز وهطلع معرضه نفس بالزبط البيت بتاع تيدكس ماشي حاطر حاطر تاني يوم حمزة الاميرا اه جي من لندن كان بقل له اثنون شهر سنة مجيش حمزة صاحبي قوي انت تعرف انا اي ميوزيشن صاحبي فحمزة لما جي انا اللي قابلته اعدت معاه في البروفا لحد الفجر وتاني يوم عندنا الحفلة بتاعته انا معاه في الحفلة اقلاء مزيك انا اكلب مزيك فكلموني اعداد ردو وليد عايزين انت مع ردو انا ما بحبش تلفزيون بحبش اطلافين يا جماعة ردو بقى وانا نتكلم بقى انت طلعت من الهنداثة للبتاع ايزان ما اخد على اللقاءات اياها دي قلت لهم لا فالاعداد اسمها فاطمة والله يعني ربنا يبارك لها قالت لي وليد تعالى فانا انت عارف المبدأ بتاع قلت لها ماشي بس بعتولي عربية تاخدني من عند حمزة وترجعني عند حمزة قبل الحفلة حاضر فانا رايح هخلصي بتاع واقري اسكريبت لما ببصش اسكريبت انا عامل حسابة هيسألون علي رحت لقيت ردو مع احداني هي وبس وحلقة الناس بتسأل فيها ردوة واحنا بنرد عايش اي حاجة فجاوبت كده تلقائي تلقائي الحلقة جابت عند ردوة سبعين مليون فيهم سبعين تاني يوم جالي سبعتاشر لقاء تلفزيون كل يوم رفضتهم تاني يوم حلقة ردوة يعني سامها او والله هي لا ايلا لي كده نعم صدق قديك دليل تاني نعم مش لازم ينهربية احنا يوم سبعة وشين واحد اللي جاي رابح حلقة لي مع ردوة الشيربين مفيش حد يطلع مع ردوة العدد ده كله في شهرين اهي لميس الحديد طلبتني على حس ردو جالي سبعتاشر لقاء تلفزيون كل يوم رفضتهم لان ردوة خلاص في حتة مش هينفع يعني ما احترامنا لا يا حد ده يعني ما خلاص احنا هنحافظ على الكريتيريا معي بحطة تانية اه يعني لميس ما تالهاش لق ردو وتالهاش لق في حاجات مش قصة ان الوقت لا يسمح بس يا دي الفكرة اي انا وصلت المرحلة مع ردوة ان احنا الحلقة اللي فاتت كانت يوم الجمعة اللي قبل اللي فات قالت لي هات معك طقم تاني عشان نخش نغير ونصور حلقة تانية لا اقسم برب الكعبة اه اللي هي بتاعت يوم سبعة وشين دي احنا نصورها في نفس اليوم خد عندك بقى قبل الهوى جال للردوة تليفون ان صاحباتها الانتين ماتت لا لا جابني الاعداد على جنب قال لي وليت شيل انت الحلقة نعم مشي ليه طالع ضيف شيل الفقرة ردوة متعيط كانت بتعيط هتلاقيها في الحلقة اللي فاتت بصت كده لكاميرا قلت لانا بالكترين او متحكتش وبين عليها ان هي معيطة كل الناس جابة في الكومنتات يعني وكنت الحمد لله شيل الحلقة والحلقة جابت جدا 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 يعني لميس لما جابتني جابت على حس الحلقة اللي فاتت مش الاوران اي بس فانا ما قلتش لأ ارادو مع ان كان عندي حمزة نامرة وانا كنت شايف يعني اكيد صاحبي اولى وراجل بقى له 12 سنة ما جاش مصر قلت ياس حمزة نامرة مش حد هاوي يعني اه ورحت اليوم ده مع رضو حتى تليني بنفس بقى ميس عامل ريل مع حمزة بن غني فيه ومشيت وانا في بالي اصلا والفيديو بتاع ايها تشال قلت لها عادي ينزل بكرة طوز وردوة خلاص يا جدعان بقى ما تقرف قناش وحمزة يالله نعمل ريل انا جايا مبسط تاني يوم انا صحيت لقيت الدنيا انا زيت في يوم total followers ربع مليون في يوم ايه حبيبي انا بقى لي اربع سنين شغال في الميديا بعمل فيديو او اتنين في الاسبوع لا في ناس بتقابلني في الشارع تقول لي مش انت لا طلعت مع رضوة قلت لهم لا اعراض ولا طلعت معي حيا زبط زبط فرقت في حياتي اقسم بالله رضوة دي يعني turning point turning point لان انا كمان خدت ثقة في التلفزيون انا بقعد يشوفني مع الاميس انا نفسي قاعد بتفرج على التلفزيونه وانت قاعد براحتك ازاي انا لو كنت انا اقعد براحتك اوي اوي يعني حتى بويا بيقول انت في ايه لا انت قاعد في الصالة عندنا انا قاعد براحتك اوي ودي ما خدتهاش انا دي جات لي بربنا لان انا ما قلتش لقى الرضوة لان كذا 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 مع العلم ان الرضوة من زمان بتصطديف يوسف والشباب وانا كنت من داق اوي وانا مش متشاف لي انتي ما استضافتنيش ليه لما استضافتني استضافتني فيهم كان في حمزة نامرة كنت انا مخي مشغول مع حمزة فمش رايحي stressed فكنت طلعت احسن ما عندي من غير مقصد ربنا كل دا انت ماشي ما بتقولش لا بس هي دي وحلقة لميس فرقت اشتركوا في القناة